السلام عليكم معكم دكتور صليم حمود قريطان ناس كتير بيعانوا مشكلة ارتجاع المريء وحمود المعدة وعصر الهضم والانتفاخات مشكلة ارتجاع المريء من المشاكل اللي بتقابل ناس كتير وارتجاع المريء ان العصارة بتاعة الحمض المعدة بترجع بتروح من المعدة بتروح ناحية المريء وده بيعمل التهابات جمدة في جدار المريء وبيعمل ارتجاع في المريء وبيعمل ان ريحة النفس تبقى ريحة كريهة وفيه مرارة في الفم المشكلة دي مشكلة اسبابها كتير اسبابها الاكل والنوم الواحد دي ياكل وينام على طول الوزن الزايد واكل الاكلات اللي فيها حاجات حراءة الحراء والحاجات المسبك والحاجات اللي هي البهارات والمياه الغازية كمان التدخين من الحاجات اللي بتعمل ارتجاع المريء كمان الادوية المسكينة المسكنات بدرجة كبيرة بتعمل التهابات في المعدة والتهابات في جدار المريء وبتعمل ارتجاع في المريء احنا عايزين يا دكتور حاجة تخلصنا من مشكلة ارتجاع المريء اول حاجة لازم ان انا قبل مبتدي في الدواء لازم الوزن لو فيه وزن زيادة لازم وزن يقل كمان مع مارسة الرياضة ما ناكلش قبل النوم بحوالي ساعتين تلات ساعات يعني نصيف فترة ساعتين تلات ساعات قبل النوم بدون اكلة كمان ما ناكلش وانا نايم وانا يعني قعد على الكنبة او انا ممدد طبعا كل الحاجات دي من الحاجات اللي بتقدير ارتجاع المريء كمان المسكنات كتر المسكنات يا ريت نبعد عن مسكنات لانها دي بتعمل التهابات جمدة في جدار المعدة وبرضو والجدار المريء النهاردة عنحيل المشكلة دي بحاجات سهلة وبسيطة معانا اول دوة عاي خلصنا من ارتجاع المريء وحموده المعدة اللي هو دوة زوركال 40 زوركال 40 مليا راس اذا علبة شريتين ده البديل بتاع الكنترلوك 40 المستورد العلبة شريتين وده شكل الشريط اهو زي ما حالاتكم شايفين واده ظهر الشريط اهو زوركال 40 مليا راس الزوركال 40 مليا راس من الحاجات المتميزة جدا اللي بتعالج ارتجاع المريء اه هو بيحتوى علامات بانتو برازول اه جرعته استخدامه هو حباية قرص واحد في اليوم قبل العشاء قبل العشاء بنص ساعة او بعشرين دقيقة ان شاء الله عايجيب نتيجة كويسة جدا اه الزوركال 40 بس احنا عايزنا نقول عليه ان مرضى الكبد ومرضى الكلا لازم يخضوه بحذره تحت اشراف طبي يستخدم في الحمل والرضاعة تحت اشراف طبي هو اقصى ما بيعمله بس انه ممكن يعمل شوية اسهال او صداع اه كمان ممكن ياريت الناس اللي بيستخدموه فترات طويلة لازم يخلي بالهم من مستوى الماغنيسيوم في الدم اه كمان ياريت ما يستخدموه لفترات طويلة عد السنة او السنتين عشان ممكن كتر استعمال يؤدي الى هشاشة في العظام وممكن يؤدي النقص في مستويات فيتامين به اتناشر الزوركال 40 عائل بشرتين عاملة 46 جنيه وربع يعني تقريبا سعر الشريط 23 جنيه هو بيتاخد قرص واحد كل يوم قبل عشاء وبنمشى عليه فترة اسبوعين لشهر ويجيب معانا تيها كويسة جدا كمان نستخدم حاجة اسمها مورليمينة اقراس مورليمينة اقراس ودي اقراس استحلاب قوية جدا ده شكل العبوة من برا مورليمينة عشرة ميلي اقراس وده شكل الشريط هو بيبقى عبارة عن شريط استحلاب اهو زي ما حضرتكو شايفين واده شكل الشريط ظهر الشريط اهو مورليمينة عشرة ميلي اقراس المورليمينة عشرة ميلي اقراس اللي فيه مادة الدومبريدون اللي موجودة فيه الموتية مستخدامه هو أرسق بالأكل بربع ساعة أو عشرين ديئة ثلاث مرات في اليوم المورليمين بيساعد على انه يزود تفريغ المعدة ويمنع ارتجاع المري وبيعالج برضو الحرقة أو الحرقية بتاعة المعدة وبيعالج عسر الهضم وبيمنع كمان القيء والغسيان والترجيع المورليمين بس فيه ملحوظة مهمة جدا المرضى الكبد والكلية يخدوه تحت إشراف طبي وكمان مرضى القلب واللي عندهم عدم انتظام في درابات القلب لازم يخدوه تحت إشراف طبي المورليمين ممكن يعمل شوية جفاف في الفم مورليمين ممكن يعمل برضو شوية إسهال كتر استعماله فترات طوية عد السنة أو سنتين لازم نلاحظ مستوى هرمون اللبن أو البرولاكتين في الدم المورليمين رأس علبة ثلاث شرايت عاملة سبعتاشر جنيه وربع يعني تقريبا الشريط عامل ستة جنيه إلا ربع خمسة جنيه خمسة سبعين قرش وبرضو منستمر عليه من أسبوعين لشهر طيب لو في حد مش لاقي المورليمين المورليم ده قرص استحلاب نستحلابه عادي في الفم نمصه في الفم عادي بيدوب بسرعة لو حد مش لاقي المورليمين ممكن نستخدم بديوله أو مش مستريح على الموتيليم ناخد حاجة اسمها إيتو ماش خمسين ميلي راس من أدوية متميزة جدا لعلاج ارتجاع المريء تمام؟ إيتو ماش هو فيه مادة إيتو براي بتركيز خمسين ميلي بيتاخد قرص قبل الوجبات بربع ساعة وعشرين ديها ثلاث مرات في اليوم ده من الحاجات الكويسة جدا اللي بتعالج عصر الهضم والانتفاخات وبرضو بيستعمل الحمل ورضاعة تحت إشراف طبي ويستعمل مرضى الكلا والكب تحت إشراف طبي إيتو ماش خمسين من الحاجات المتميزة جدا اللي كمان بتعالج ارتجاع المريء وحرقية المعدة وبتمنع القئ والغسيان وبتعالج عصر الهضم والانتفاخات بطريقة ودرجة كبيرة إيتو ماش خمسين هو لو أنا ملاقيتش المورلي مين تمام أو مش جايب معايا تيجا باخد إيتو ماش خمسين ميلي راس وانا قرص قبل الأكل بربع ساعة ثلاث مرات في اليوم ودي علبة عملة واحد وتلاتين ونص سعر الشريط تقريبا عشرة جنيه ونص طيب كمان من الحاجات السريعة جدا اللي عتعالج لي الحموضة والارتجاع هو الجافسكون شرام معلق جافسكون شرام من الأدوية المتميزة جدا لعلاج ارتجاع المريء الشمعنا دا يا دكتور هو فيه مادة الحموضة بوتاسيوم بايكربونيت كمان فيه مادة اسمها سوديوم ألجينيت دا بيعالج الحموضة بسرعة جدا والسوديوم ألجينيت بيكون طبقة جدار حماية على المعدة فيمنع ارتجاع المريء ويمنع الحمض بتاع المعدة انه يتصرب يروح للمريء وكمان ممتاز جدا 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 لعص الهضم وانتفاخات هو بيتاخد معلائك من سن 12 سنة فأكتر معلائة كبيرة قبل النوم وقبل الوجبات كمان يعني ممكن غادة أربع مرات في اليوم قبل فطار قبل غدا قبل عشاء وممكن مرة كمان قبل النوم حوالي 15 ملي تمام؟ يعني معلائة كبيرة قبل الوجبات كده بعشر دقايق أو ربع ساعة بس الدواء لازم يترك كويس والدواء دا لازم لما يتفتح صلاحيته بس ست شهور من فتح العبوة تمام؟ والدواء لازم يتراجي كويس جدا جدا الميزة فيه انه مناسب مرضى السكر انه خالم السكر وخالم الجلوتين كمان مناسب لحوال مرضعة الحامل أو المرضعة اللي هي عندها ارتجاع في المريء وعندها حمود المعدة وعندها انتفاخات تاخد جافيسكون شراب بأمان تام ومتميز وفعال وبرضه يفضل تحت إشراف طبي لكن هو آمن تمام وما لديه أي عراج جانبية الجافيسكون شراب بس احنا قلنا ممكن يعمل شات إسهال وانه لازم عشان فيه البوتاسيوم فلازم مراعاة نسبة البوتاسيوم لمرضى القلب ومرضى الكلا لازم اللي بيحتاجه تصبيق نسبة البوتاسيوم في الدم شراب معلق علبة 150 ميلي عملة 45 جنيه بطعم كتير بالنعناع وباليانسون يباحنا عشان ارتجاع المريء لازم اتباع الحاجات اللي قلنا عليها البعد على المسكنات والتدخين ما ناكلش والنام الحاجات الأجهات الحرقة والحدقة بلاش والحاجات اللي اللي فيها بوهارات والحاجات الغازية والشاي والقهوة نقل منها ونمارس الرياضة لو في وزنة إيل نقل له وناخد زوركالة 40 قرص قبل عشاء وممكن نمشي على الأجلة شهرة عادي جدا ونمشي على المورليمين أو الإيتوماش قرص قبل الوجبات بربع ساعة ثلاث مرات في اليوم وناخد ناخد جافيسكون شراب مع رجل الدواء كويس ومعالية كبيرة قبل الأجلة ثلاث مرات في اليوم ومرة قبل النوم يارب الفيديو يكون عقابكم ويارب تكون استفادتم سلام عليكم